صباح الهنة عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال حلقة جديدة من صباح الهنة صباح الهنة عليكم تاني مرة خلوني أبدأ معاكم الأول مع نشرة الأخبار وبعد كده هنعرفكم على ضيوفنا النهاردة أول خبر تصدر المشهد وأشاد به كبار رجال الدولة والسياسيين وهو افتتاح الرئيس السيسي لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب وقد أكد الرئيس أنه أحدث الكواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وأنها تمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوات المواصلات البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجود الجوي ننتقل إلى خبر آخر وهو فريق التواصل المجتمعي يقوم بنشر التوعية بطرق الحماية من فيروس كورونا لرواد معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 52 كما تقوم الفرق الطبية بتقديم الخدمة الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرة عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكرة على سرطان الصدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة كما أن العيادات المتنقلة تابعة لوزارة الصحة والسكان في انتظار الوافدين طوال فترة معرض الكتاب لتقديم الخدمات الطبية المجانية تحت شعار 100 مليون صحة الخبر الآخر هو أعلنت وزارة التربية والتعليم تنبيه هاما لجميع طلاب الصف الثالث السنوي بشأن متابعة البس المباشر لمراجعة مادة اللغة الإيطالية وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء على صفحة الوزارة كما يمكنكم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البس خبر آخر بمناسبة عيد الأطحى المبارك السكة الحديد أعلنت عن تشغيل كتارات إضافية بعربات مكيفة روسي وتحية مصر بحد أقصى أربع تذاكر لكل راكب بموجة بالرقم القومي بالإضافة إلى كتارات التشغيل اليومي بإجمال عدد مقعد يوميا وذلك لخدمة أهلنا بالوجهين القبلي والبحري بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وذلك بناء على توجيهات معالي الفريق وزير النقل لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة وتهيب الهيئة بالسادة الركاب حرصهم على الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطات لركوب الكتارات من مصادرها المعتمدة وذلك لحفظ حقوقهم وعدم التعرض للدفع قيمة التذكرة مضاف إليها الغرامة المقررة هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا في صباح الهنى ومع ضيوفنا الكرام فاصل ورجع لكم فجعنا لكم مشاهدين مشاهدي صباح الهنى وصباح الهنى عليكم وخلوني كده أقول لكم نبزة عن ضفط النهاردة وهي ضيفة أتت من أقاصي صعيد مصر أتت ليس لأجل الفسحة ولا التنزه وإنما سعيا وراء الحلم وجعلت هدفها أمام عينيها لم تراجعها عادات وتقاليد مجتمعها لم تستسلم أبدا حتى وإن أخذت السلم خطوة خطوة ظلت وراء الهدف لها رواية صدرت في 2019 باسم كارولينا ولها رواية أخرى أيضا صدرت 2021 لا بأس أن تكون خائفا السندي على الرغم من كونها كاتبة وروائية إلى أنها أيضا دكتورة في العلوم الطبية فهي تدرس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقسم المختبرات التحليل دكتورة التحليل أيضا هي voice over ومزيعة في راديو فبجانب هويتها ودراستها إلى أنها لها مواهب متعددة ليس ذلك فقط بل إذا سمعت اسمها أيضا فالاسم رنان يذكرك بمطربة شهيرة ولكنها في الحقيقة ضيفتنا الدكتورة ديانا حداد الرواية والكاتبة أهلا وسهلا بيكي نورتين النهاردة في صباح الهنة وصباح الهنة عليك وربنا يجع لأيام وكلها هنا مرسي جدا أنت إسلامي ومرسي على الانترو دكشن اللطيفة دي ده أنت ما شاء الله يعني متعددة المواهب وأيضا أنت تكوني للغتين الإنجليزية والفرنسية ما شاء الله يعني عندك مواهب كتير متعددة ولكن قبل ما أسألك طبعا عن إزاي أنت دكتورة وإزاي ولماذا اختارتي طبعا الرواية والكتابة يعني أن أنت تخديهم مستقبلا لك يعني عايزة أعرف من اللي سماكي ديانا حداد الإسم دايما أول ما fame حد بقول لحد مش بيصدق إن فيه حد غير المطربة ديانا حداد اسمه ديانا حداد والإسمه مركب الإسمه مركب هو الإسم عن يعني جاي من الصدفة لإني أنا جدي حداد وممتي كانت بتحب الأميرة ديانا فجات بالصدفة اسم الأميرة ديانا جاي بالصدفة اسم المغنية ديانا حداد ففجأة كده هب دويل كيك قرار سموني ديانا حداد جميل يعني هي ديانا مش المطربة ديانا هي ما تكسبتك على الأميرة ديانا طيب ده حلو جدا طيب قولي لي بقى أنت دكتورة في قسم مختبرات طبية أو تحليل طبية في جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا حالي حالي إيه اللي خلاك بقى أخذتي مجال الهواية عندك في الكتابة والرواية؟ ومن إمتى وإنت بتكتبي؟ من إمتى وأنا بكتب ده تقريبا كده من وإنا عندي 9 سنين مثلا وأنا بجي أي حاجة مضيقاني أو أي حاجة مش عارفة أقولها فبمسك وراء أو ألم وبعبر عنها بطريقتي إلا أنا الحاجة دي مضيقتني في كذا 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 من هنا بطريق بقى حبي للكتابة يكبر معايا يعني هي بقت وسيلة أني أنت بتخففي عن نفسك وتفهمي نفسك أكتر ومعاها برضو حبي بقى للقراءة لأن القراءة برضو أكتر حاجة بتنمي الدماغ وبتخلي الإنسان مدرك للحياة حوله وبيكون شخصيته من خلالها وبيعمل فكرة ناضج من غير تأثير الناس اللي حوالي ديانا أنا سألتك وأنا بسألك قبل الحلقة قلت لي ما شاء الله لأنت قريتي عاتت كبير جدا من الكتب لدرجة بتقولي لي قريت ألف كتاب وده في سنك ده حاجة ممتازة جدا على فكرة يمكن الأكبر منك بكتير مواصلوش حتى الربع للكتب اللي حضرتك قريتيها يعني أنت من أشهر الكتب لشغفتك وخلاتك تقرأيها زي إيه؟ هي كتب وروايات لروائيين كتير يعني مش كتب بصي أنت بتبدأي مع الكتب الأجانب ولا العرب يعني طبعا نجيب محفوظ قريت له كل الكتب بتاعته يوسف السباعي كل الكتب لنجيب محفوظ كل حاجة ولأني برضو نجيب محفوظ أكتر كاتب كان بيلامس المجتمع المصري يعني الحاجة اللي ميزت نجيب محفوظ أنه كان بيلامس الناس بيعرف يعبر عن حياتهم اللي بيحصل معاهم وطبعا دكتور أحمد خالد توفيق قدوتي في الكتابة لأن دكتور أحمد خالد قريت له كل أعماله وتعلمت منها كتير بالإضافة بقى البر كامو وريت ستوي وكل الكتاب الأجانب وكذا كل الروايات بتاعتهم يعني أنا بجيب الكاتب باخد معايا وقت كذا بفضل أقرأ كل الكتب بتاعته بالتدريب طيب أنت قلت لي أن أنت بتكتبي من وأنت عندك 9 سنوات مين اللي اكتشف برضو بموهبة الكتابة وشجعك على أن أنت تستمر فيها هظمك لو قلت لك أنه ما فيش حد لأن أنا ما كنتش بقولي الموضوع ده يعني أنا ما كنت بكتب حاجة كنت بخليها شخصية بالنسبة لي يعني حاجة كده بعملها مع نفسي وأنا متضايقة وأنا مخنوقة حتى وأنا مبسوطة دايماً وليعي الأول والأخير للكتابة يعني دايماً كده فكرة أن أنا بعبر عن اللي جوايا دي حاجة مليحة جداً لأن أنا من الناس اللي ممكن تكون بتعرف تتكلم كويس عن أي حاجة بس الحاجة اللي بتخصها أو بتضايقها فعلاً أو كده ما بتعرفش تتعبر عنها فاهمة قصدي؟ طيب زي ما قلت في الأول أن أنت جاية من سعيد مصر من محافظة أسيوت أنت قبلت محافظة أسيوت ويمكن بما أني أنا كمان سعودية فعارفة أن في عادات وتقاليد هناك شوية مش البنت بتاخد حريتها أن هي تشتغل اللي هي عايزها وتمارس اللي هو اللي هي حبيها فأكيد في صعوبات كتير وجهتك تكلمين بقى عن الصعوبات اللي وجدك لحد ما سفرتي من أسيوت ووصلت لمدينة أكتوبر واستقررت فيها هي الصعوبة ما كانتش أن أنا أجي أكتوبر الحقيقة هي الصعوبة كانت في بداية أني أنا عايزة أكتب وأنا يا جماعة خلاص قررت أن أنا هعمل رواية أو عملتها بالفعل وخلاص أنا رواية دي مقتنعة بيها وعجباني وحب أن يناس تشوفها لأن أصلا الهدف كان من الكتابة أن شخص حاسس بالوحدة يحس لأ أنا مش لوحدي ده هدفي أنا كان في الأول ولحد ده الوقتي طبعا ويفضل هدفي للآخر يعني أن حد حاسس بالوحدة يحس أن فيه حد زيه بيشاركه نفس الشعور حاسس بيه فممكن ده يساعده أو يخفف عنه فجيت طبعا دي حاجة مش مقبولة من ناحية الظهور أنت عارفة أن احنا في السعيد ما بنحبش الظهور وبتاخدي وقت على بل ما تثبتي للناس أن أنت أصلا مش عايز الظهور يعني أنا من الناس اللي كنت أصلا عايزة تخفى زمان يعني فهمها بس دي حاجة كملت حاجة يعني أنت خلاص طول من قررت أن أنت تكون تكت مع الناس وكده بس يمكن أن أنت تشجعتي أكتر لما سبت هناك وانجتي هنا صح كده؟ هو أه أكيد بتاخدي خبرات جديدة في بلد جديد بس أنا برضو في السعيد كان دايما ليا شخصيتي يعني دايما بحب الكتب بجيب كتب بحب أني أنا أخرج حاجات أشوف حاجات ثقافية وكده دي حاجة أنا بحبها فيعتبر برضو أني أنا جيت أكتوبر ما كانش الحاجة اللي هي الكبيرة بالنسبة لي بس شجعت شوية وغيرت شوية أن أنت خلاص بتكتسبي خبرات جديدة وبتشوفي كوميونيتي جديد وبتبدأي أني الطرق بتكون متاحة أكتر هنا اشمعنا بقى مجال الإعلام طيب اللي خطيه هوية لك بوفي هو كل حاجة جات بالصدفة يعني أنا لو هكلمك أنا أصلا كنت فاكرة أني كل حاجة هتاخد المنحنة دا يعني أنا من زمان برضو كنت بحب الدبلاج وبحب أن أنا أغير الأصوات وأعمل حاجات دي وبحب بقى بمسك المعلقة بس انتعرف أنه كلهم مرتبطين ببعض الكتابة بالرواية بالإعلام بالفويس أوبر ده فعلا كل حاجات بتكمل بعض لأن كل حاجات جات معايا كده يعني جات معايا بداية من الكتابة بعدين خلاص حسيت أن أنا عرفت موهبتي بالنسبة للإزاعة تقديم الإزاعة أني أنا بعرف أقدم وأعرف أني أنا أعمل سكريبت حلو أني أنا بعرف أني أنا أعد حاجة يمكن إحنا كمان معنا فيديو صغير كده أنت عاملاه فيويس أوبر خلينا نشوفه كده عن كتاب كارولينا تقريبا لا بقس أنت أكون خائفة خلينا نسمع ونرجع نتكلم عن الرواية وإزاي جات لك فكرة الرواية خلينا بس نطلع نشوف الفويس أوبر جاهز عزيزي أريد أن أحدسك عن العالم القاسي الذي يخيفني كثيرا حيث حروب ومآسي انكسارات وانتصارات معتقلين ولاجئين وفلسطين التي أثبتت أن الجمال قد يكون سببا أبديا للشقاء والتعاسى كم أتمنى أن يأتي اليوم الذي ينادي العالم بأنها تحررت والقدس عادت عربية إلينا وإن كنا لسنا جديرين بها شعوب تبحث عن كرامتها تحت أقدام من كانوا السبب في إذلالها دموع تتساقط من أعين أمهات فقدنا أطفالهن وفتيات صغيرات يقطعن رسوغهن لعجزهن عن التأقلم وافتقار القدرة لتحمل المزيد من الألم لم يمد لهن أحد يد المساعدة ولا يطلبنه النزال جميلات يبحثنا عن الحب في كل الأماكن الخاطئة فينتهي بهن المطاف تعيسات محطمات ورجال هائمين لا يعرف ما عليهم بالضبط لمجاراة الحياة حولهم أحلام تتحطم خيانات لا تنتهي شزوز وعاته وجنون وكل هذا فقط ليشعر الإنسان بقوته المال يسيطر على عقول الجميع ظنا منهم أنه الأمان ولكن لا أحد يبحث عن السعادة مع إنها الأهم جميعنا يا عزيزي نستحق المواساة كلنا كنا كونا أخضر يوما ما قبل أن تتيبس حضائقنا وتتعكر سماءنا بالخطايا لكن الحياة مخادعة أيضا تخدعنا بأشيائها اللطيفة كالسكينة الأمل الشتاء هبوط المطر الموسيقى المشي في الشوارع بلا هدف الدعابات التلقائية التي تكشف عن جميع أسنانك أو صورك على ملابس تتناسب مع شخصيتك لوحة صنعتها يداك استطاعت ترتيب الفوضى بداخلك كاتب لما ستك كلماته صحبة الأصدقاء دفئ العائلة وزهر التوليب يحملها أكثر شخص تحبه خصيصا لك وبين كل هذا العبس تأتي أنا طفلة مشوشة في الرابعة والعشرين من عمرها يعصف قلبها بالجنون واللاهوية شعور الخزي يملأها إحباط لا تتمكن من اجتيازه تشعر بأن كل الأعين مصوبة نحوها مخترقة جسدها لتكشف عنها شاشتها فتكون مادة للسخرية والنقل أضعف من أوراق الخريف لا تحتمل لفحة هواء واحدة تتأرجح في منتصف الأشياء تسابق الجميع حولها وهي جبانة تختبئ في فراشها وتضع الغطاء فوقها حيث نوم بلا هدف هالات سوداء مرعبة وزن زائد وصحة مزبزبة تناول الطعام بشراها أو التوقف عنه كلين حقيبة ظهر بها كتب لشعاراء وروائيين لقحت فهم بأبشع الصوت تخاف من أثر كلماتهم ومن شخصها الجبان المتخاز وحدة قاتلة لكنها تبقى أفضل من تلقي طعنة بشارية غادرة رجعنا لكم مشاهدينا ومكاملين معاكم في صباح الهانة وكان معنا voice offer لديانة حداد والvoice هادي جدا وصوت يمكن مميز وطبعا كان على رواية لا بأس أن تكون خائفا السنة دي والاسم كده جذاب وغريب شوية فلازم أسألك شوية عن الاسم ده والرواية جات لك إزاي الرواية جات لي من ناحية أنه إحنا معظم جيلنا بسبب كذا فشل في علاقتك باللي حواليك بعلاقتك مع صحابك بأهلك كده حد جديد أو تعرف مش عايز تقرب من حد عايز كده تعمل قوقع وتقعد فيها لـ 24 ساعة ما تعرفش حد وما تقابلش حد فهي أصلا اسمها الأول كان فوبيا الكميتمانت ده أول اسمها أنا حطته لها فوبيا الكميتمانت الكميتمانت بالإنجلش يعني فوبيا الدخول في علاقة أو فوبيا أن أنت تتحمل مسئولية سواء أي علاقة من أي نوع ممكن تكون علاقة شغل علاقة السحاب علاقة عاطفية أي علاقة من أي نوع فبالتالي بيبتدي حتى اللي هو خايف أنه هو أصلا يدخل في علاقة شغل أو علاقة صداقة أو أية علاقة هو دخل وبالفعل فشل في العلاقة في البداية حصل شوية خزلان كده ولا من كتر الفشل في العلاقات هو مش عايز يدخل في علاقات تانية يعني مثلا أنت في حد كنت يحط عليه طموح وأمال كبيرة وفجأة الشخص ده خزلك أو في حاجة كنت يعرفة أن الحاجة دي استحيل أن هي تحصل وفجأة لقيت نفسك بتتعرض لها فتلقائي بماك وكل حاجة بتستستم أن هي خلاص أنا مش هقرب من حد تاني أو مش هاخد رسك في أي حد تاني مش عايزة توجع تاني أو مش عايزة فشل تاني السواء في شغل فأنا مش عايزة حسن أن أنا فاشل تاني استمديت طبعا الروايات اللي جوها الكتاب منين؟ من الحياة حولينا مني أول حاجة لأن طبعا أي حاجة أي كلمة أنا بكتبها أو بقولها فهي نبع من جوها ومن إحساسي دايما بيقولوا أن الكاتب أغلب الروايات أو الكصص بتبقى بتعبر عنه هو اللي يبقى البطل مع اختلاف شوية بقى في السيرة مش لازم هو يكون البطل بس يكون مر بنفس المشاعر لو باختلاف القصة بس عايش في نفس المشاعر حاسس أن المشاعر دي وهو حاسها جداً وهو بيكتب كل حرف فيها زي الفويس أوبر دا مثلاً أنا وأنا بقولوا ما كانش بيهمني أن هو يطلع ببيرفكت ما في المية من ناحية دي أول تجربة لك الفويس أوبر؟ دي أول تجربة لها في الفويس أوبر وتمرنت عليها كتير علشان حبيت أن أنا أعمل حاجة ترضيني وترضي الناس وتوصل لهم وإحساس هيوصل لهم والحمد لله طيب برضو نتكلم أكتر عن رواية كارولينا رواية لا بس أنت كونا خائفة السلادي دي صدرت المعرض دا إذن الله موجودة في معرض الكتاب إن شاء الله تعجب الناس وتأثر معاهم زي كارولينا وفي رواية كارولينا دي أول تجربة موجودة برضو في معرض الكتاب صح كده؟ طيب حلوة قوي إحنا تكلمنا على بس أنت كونا خائفة السلادي لما تكلم بقى عن كارولينا ودي صدرت في 2019 برضو الفكرة بتاعت الكتاب مستمدة من إيه؟ لأ كارولينا دي مستمدة من أنت أول فراء الإنسان بيمر بيه بحياته هي قد تكون الغربة إيمكن أنت علشان الغربة لا ولا تقصه بإيه؟ أول حد عزيز الإنسان بيفقده في حياته ويكون مش متخيل أنه هيقدر يعيش بعديه هي مش رواية حزينة على قد ما هي بتتكلم عن الشخصيات الحساسة اللي ما بيعرفوش أن هم يطلعوا من فقدهم لحد بسرعة بالعكس بتفضل فقدهم من شخصة عزيزة عليهم مؤثر في حياتهم كلها مؤثر عليهم على طبيعتهم على شخصيتهم نخليهم دايما متوترين سواء كان الأب أو الأمة مثلا أو أي حد أو صديق أو قريب أي حد لما أسأل بالواحد طيب أنت تكلمت عن كل الأشخاص دولة في الرواية لو إحنا افتقدناه أم لا الرواية بتتكلم عن فكرة افتقد شخص معين لا هي الرواية بتتكلم عن كارولينا إزاي كارولينا في رحلتها تقدر تحط ده اسم البطلة اسم البطلة كارولينا إزاي كارولينا هتقدر توازن بين السعادة والحزن تفهم أن الحياة متقلبة ممكن أن نقول فكرة كده سريعة عن الرواية يعني مين كارولينا ومن اللي افتقدته كارولينا كانت بتعيش مع جدها وباباها ومامتها كانوا منفصلين وافتقدت جدها وبعد كده راح تتعيش مع مامتها هي طول عمرها فكرة أن مامتها بتكرهها أو ما بتحبهاش لحد ما بتبدأ تعرف أن كل حاجة هي كانت فهمها غلط وأن مامتها مش كده وأن مامتها عندها سر كبير هتكتشفه في آخر الرواية هيصدمها وهيخليها تعيد حسابتها من كل النواحي بينها وبن نفسها وتقرر في النهاية أن هي تختاري أن هي تسامح وأن هي تغفر وأن هي تدي حياتها فرصة تانية وتبقى مؤمنة من جواها من قصتها حتى لو مستعيدة دلوقتي هيجي وقت وتخفض منحناها للسعادة في يوم من الأيام لأن ربنا سبحانه وتعالى وعده حقه وقالي أن بعد العسر يسره مع أي حد فينا سل شوية حازمة شوية لا بالعكس جدا هي والله المزيج بين السعادة ومن الحزن بس هي بتمثل الواقع في النهاية بتمثل الحياة نفسها أن أنت زي الإنسان يعتذر لنفسه عن أسواتنا مع نفسنا أوقات من كتر ما اللي حوالينا بس أنا برضه شايف أن أنت وغدى يعني اتجاه محزن شوية في الروايات لا والله هو مش محزن على قد ما هو وقعي على قد ما هو حقيقي أحنا ممكن نكتب قصة كده حلوة وردئية وكل حاجة فيها مشيت بسلاسة وبسهولة وكل حاجة كانت لطيفة بس ده ما بيحصلش بس المهمة هي في النهاية بتاخدك لحالة أنه أنت لما بتدور على السعادة وتحاول أن أنت تغفر للماضي وتغفر لنفسك وبكده هتلاقيها يعني الروايات منحناها سعيد سواء كارولينا أو لبس أن تكون خائفا في النهاية هتسعدك وهتحسزك أنك عاشت معاها كل مشاعر الخوف والقلق والاضطراب والسعادة الصقة وفقدانها كل حاجة بتخصنا كل حاجة بنعيشها في يومنا وفي حياتنا بس هي الفكرة جميلة وكفية بس أن هي يعني أقول حد سن صغير ولديه القدرة أن هو يألف كتابين يعني أنا عايز أقول لك دول منتظ صعوبة أن أجبها بالتنمية البشرية اللي بتبدأ بحزن وتنتهي بسعادة أو تنتهي بمصالحة مع النفس فده شيء كويس جدا على فكرة ويمكن من المميزات في زمانك وفي عصرك أن هم يعملوا كده مش كتير معتقدش يعني أن في حد في سنك ما شاء الله أنت لسه صغيرة وليك كتابين في معرض الكتاب وبإذن الله يعني نتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح في حياتك المستقبلية طيب هنكمل طبعا كلامنا عن حياتك وعن الصعوبات اللي وجهتيها وأنا عارفة قد إيه الصعوبات بتبقى كبيرة جدا خاصة لما بتيجي من الصعيد عشان تقيمه في مصر والوحدك ولأ وتحقق كمان حلمك أو تسعي وراه فده بيبقى صعب جدا ومش بس صعب أن أنت لوحدك فده بيبقى صعب فإحكينا شوية أول حاجة أول يعني أول صحبة بتواجهك هي كمجتمعك وبقتك مش قابل حاجة زي دي أو مش قابلها لأن هي حاجة غلط أو أي حاجة يمكن إحنا كتير بنسمع عن عدد وتقاليد يعني صارينها شوية في الصعيد زي أن مثلا البنات مش بيدوهم المراز بتاعهم وبيعوضهم بمقابل آخر حاجات من هذا القبيل كتير البنت مش دايما هناك بتبقى زوء أهمية وإن كان دلوقتي الفكر تغير إلى حد الماء أه هو دلوقتي إلى حد الماء بجد تغير بس برضو لسه في مزيد على ما أعتقد يعني من حقوق المرأة هناك لسه ما حصلتش عليها إن إحنا ما شفناش لحد الآن مثلا ست محافظ لإحدى المحافظات في الصعيد أو ذات السيادة عليا هناك مثلا فكلمينا شوية عن بعض المشاكل الشبيهة بتلك يعني عندكم هو ما فيش شك أن فيه تحامل بيحصل على البنت في كل الأوقات أو أي حاجة مرتبطة بأن هي البنت هي السبب في الحاجة دي أو أن هي البنت المفروض ما تعملش كذا المفروض ما تخرجش المفروض ما تعملش الحاجة اللي هي عايزة تعملها عشان الحاجة دي إحنا مجتمعنا بيرفضها حتى الحاجة دي لو هي مش غلط يعني أنا مثلا في بدايتي يعني الولد مثلا هناك ممكن يتأخر برحته جدا البنت اللي قال لها معد صح كده محدد لازم ترجع فيه وده مش غلط بس برضو المفروض إن فيه مساواة هو المفروض إن فيه مساواة والمفروض إن ما فيش فرق لإن الغلط غلط يعني أنا أظن إداني ده راجع لإن الناس لو بقت أكتر بتفكر من ناحية الدين إن ربنا قال إيه مثلا فده غلط على ده وعلى ده وإن ده المفروض ما نعملش الحاجة دي زي ما هي برضو المفروض ما تعملهاش أظن إن العادات الفكرة هيتغير لو بدنا نفكر بالدين أكتر من المجتمع من العادات والتقاليد المجتمع الإيه ومعيب وغلط بالكلام ده يعني أنا برضو أعرف إن هناك دايما الولد زو قيمة عندهم إن لازم يجيب ولد إن لازمت ولد عشان يشيل إسمي بقى وكده ويشرفني والناس تبقى عرفاني بيه وكده معني ممكن واحد يكون جاي ببناتي يعني ما شاء الله عليهم كلهم كويسين ده حقيقي ومعصلا أنا عارف حالات كتير يخلفوا سبعة وعشرة عشان بس يجيبوا ولد في حالة ابن بنت ممكن تسوي ميت ولد أصلا ممكن أتكلمك عن الجانب الإيجابي إن برضو الفكرة ده فيه ناس مش محافزة رقم البيئة ورغم الضغطات وكل حاجة أنا خالي عنده خمس بنات ما شاء الله وبيحبهم وعمر ما فكر إن هو يجيب أولاد وبيعملهم أحسن معاملة وما بفكر بس هو هيجيب إيه تاني بعد الخمس بنات يعني قصد إن هو يعني أهل مامتي عمتا من الناس اللي هي البيئات مش خالي ده بس كل أهل مامتي اللي أنا عايشت بينهم أنا بابايا ومامتي ولاد عم هم ناس بنسبالهم البنات زي الولاد يعني البنت بتاخد حقها بيتسئل عليها كويسة كده فهما ناس تفكيرهم متحضر وراقي يعني من ناحية البنت زي ما في نمازج سلبية برضو خلينا نقول النمازج الإجابية طيب أنت ليه اخترتي مجال الطب دراسة ليكي أو العلوم الطبية مع إن ما شاء الله عندك روايات وعند الكتب ومميزة في الكتابة وفي الصحافة وفي الإعلام وفي سؤوفروم وزيعف راديو ليه ما اخترتش طيب الدراسة تكون هي نفس مجال الهواية أولا هو أنا كنت أحب أن نعمل حاجة أساعد بها الناس دي حقيقة يعني أنا نفسي كريمي أساعد الناس من ناحية أن أنت لو حد من تخفيف عبقامات دي من أن أنت تقول معلومة لحد مفيدة يحصل موقف فتقدر تتصرف فيه حاجات من كده برا والأهل برضو كانوا حابين الحاجة زي دي فطبعا أنا الموضوع ما كانش عندي مشكلة فيه بالعكس هو يمكن مجال المختبرات الطبية صعبة عليها شوية لأن الدم شوية بيتعبني نفسيا بس بعد كده بتتعودي مع الوقت وبتعرف أن أنت الحاجة دي لها حاجة إيجابية هتخديها يعني مع الوقت طيب أنا لما أحب بقى أسألك من قضوتك بس أنت قلت له كتاب كتير جدا لأ أنا أقولك دكتور أحمد خالد توفيق وأتسألي أي حد فينا هيقولك أن الدكتور أحمد خالد لأنه هو أكتر واحد أثر في الجيل اللي قابلنا وفي الجيل بتاعنا أنت كل كلمة بتقريها من كلام وتحس أنها بتلمسك من جوه طيب من الإعلاميين ده هو بصراحة ما فيش حد بعد طبعا يعني أكيد بعد طبعا من ثاني أكيد طبعا حضرتك في الأول هو بصراحة ما فيش حد بعينه يمكن نقول أن أنا مش ما أخدتش حد قدوة في مجال الإعلام قوي حابة تطلعب له المميز فأنا أصلا يمكن بحب أبروين في شوية كده يعني بس مش اللي هو الإعلام هنا بصلي لسه ما فكرتش في الموضوع يعني اللي هي أخذ قدوتي بس لو هعمل حاجة بجد نفسي أعمل حاجة مختلفة وتكون قريبة من النهاية لا شرف لي طبعا طب خلونا نطلع كده نعيش شوية لحظات مع فيروز ونرجع نتكمل حلقتنا تاني رجعنا للصباح الهنى ونكملين معاكم في الصباح الهنى وضفتنا للدكتورة الروائية الكاتبة الموزيعة المميزة ديانا حدد مش عايزة أقوله كمان والمطربة طيب خلينا كده نتكلم شوية أن أنت كبنت من جيلك يمكن تكوني مميزة وسط جيلك أن أنت كاتبة ومثقفة في أريتي ألف كتاب فويس أو فرموزية عملت حاجات كتير أن أنت رغم كل الصعاب أن أنت جاية من صعيد مصر وبنت محافظة يعني صعادية صعادية محافظة أسيود ومع ذلك ما استسلمتيش وما فيش حاجة رجعتك عن هدفك وخدت هدفك وبدلت وراء لحد ما يمكن أنا شايفة أن أنت تعديتي الحلم بنسبة 50% وربما أكتر فعايزة بقى أعرف أنت شايفة جيلك مثقف زيك فأنت مش شايفة نفسك مميزة ولا لا أنت في ثقاف نفسك أنت شايفة نفسك مميزة عشان تجيل لسا ما عندهش الثقافة التي أنت وصلت لها وكمان عايزة أعرف رأيك في السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع والتيك توك وغيره فأتفضلي بقى يوليدنا رأيك هو أول حاجة أنا بالنسبة أني شايفة جيلي مثقف أو لا أنا شايفة أني جيلي مثقف وشايفة أني جيلي زكي وموهوب بس لو كل واحد ركز كويس هيعرف أنه هو جنت يعني متاحة ليه حاجات من ناحية الانفتاح ده بتساعده جدا فأنا شايفة أني جيلي مثقف وأنا مش شايفة أني عندي ثقاف نفسي فشايفة مش شايفة أني أنا مميزة على قد ما أنا شايفة أني أنا بعمل حاجة اللي أنا بحبها ومبسوطة بيها وبعمل حاجة من قلبي وبعمل حاجة عشان أكون مبسوطة وعلشان تأثر في الناس اللي حوالي بحاجة إيجابية مع الزمن بعيدا بقى عن أي حاجة مادية أو أي حاجة أني أنا أحس أني أنا أحسن من الحوالي دي حاجة مش في تفكير الحقيقة يمكن أنتم في عصر التكنولوجيا ومتوفر لكم وسائل معرفة وعلم أكتر من اللي كانت موجودة على أيامنا فإحنا كنا علشان مثلا أقرأ كتاب لحمة توفية ولا نجيب محفوظ لازم أروح أماكن بعيدة عشان أشتريه ودي حقيقة تبقى مشكلة لكن دلوقتي ما شاء الله أي كتاب على النت توصلوله وتاخد المعلومة منه الحاجات دي سهلت لأن أنا برضو الألف كتاب مش عبارة عن روايات وكتب عبارة عن تنمية بشرية وحاجات عن الصحة وعن أي حاجة تخص الواحد فينا طيب رأيك بقى في التيك توك والسوشال ميديا اللي موجود دلوقتي أنا رأيي يعني شفت فيديو لطيف كده وزريف أنا استخدموا التيك توك في أنه تغيروا في دوم يعني أعمل لك كذا لك كده وربع تخدموا كده تستخدم لايت لطيف بعيدا عن العكة اللي بيحصل ده أنا عندي معلومة بس كده سريعة بأننا بنتكلم عن الكتب والروايات والكتابير كارولينا ولا بس أن تكونوا خائفا السنة دي الاتنين موجودين في معرض الكتاب فعايز أقول لكم أن فرنسا من 600 سنة كان في كلية الطب عندها كتاب واحد فقط هم اكتفوا بي وجعلوا موسوعة علمية لدراسة الطب وكان هو كتاب الحاوي للعالم المسلم الدكتور أو الطبيب أبو بكر الرازي الكتاب ده ظل لمدة 400 سنة مرجع علمي طبي لجميع المعاهد والكليات في فرنسا طبعا أبو بكر الرازي في الكتاب ده هو كان موسوعة طبعا علمية شاملة جمع فيها كل ما يخص الطب من قديم الزمن لحد سنة 920 طبعا جاء الملك لويس الحادي عشر يعني أراد أن يشتري الكتاب بأي سمن إن كان ودفع فيه أموال بهزة جدا للحصول على هذا الكتاب وبالفعل طب الحصول على هذا الكتاب وكان أي طالب علم أو أي طالب للطب يفتخر إن هو درس كتاب الحاوي للعالم المسلم الطبيب أبو بكر الرازي دي من الحاجات الجميلة اللي إحنا بنفتخر طبعا بيها أكيد طبعا وإن يكون عندنا علماء مسلمين ونفتخر بيهم وزي دايما ما بنقول إن التكنولوجيا والعلم اللي في الغرب هو أساسه وأصلا مرجعه للعالم الإسلامي وللعرب نورتيني النهاردة الدكتورة الطبيبة الروائية الكاتبة ديانا حداد أنا ساعدت جدا بالحديث معاكم وإن شاء الله مش هتكون آخر حلقة وهتتكرر بإذن الله في صباح الهانة وصباح الهانة عليك وصباح الهانة عليكم مشاهدين وانتظرونا وحلقات تانية شكرا